بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم التخطيط العائلي للأستاذ جاسم محمد المطوع والآن نترككم مع الجزء الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما حد فيكم نفكر ليش إحنا فكرنا في هالموضوع حتى أنا أذكر مرة في واحدة من دورات التخطيط العائلي واحد سألني وقال لي يا أبو محمد قلت لها نعم شادي يقول في أحد غيرك تعرفه يقدم مثل هذه الدورة قلت له والله الصراحة يعني أنا ما سمعت شادي يقول لي زين أنت شلون فكرت في هذا الموضوع قلت له والله أنا شفت أسرنا وواقعنا حقيقة واقع أليم ومجتمعاتنا ممزقة وسر تفوق الغرب علينا أنهما عندهم أدوات التقدم ووحدة من أدوات التقدم التخطيط فقعدت تفكر طيب كيف ممكن الأسرة المسلمة تتقدم وتتطور وتكون متميزة إذن لابد من التخطيط كيف ممكن الأسرة تحافظ على هويتها وعلى مستقبلها لابد من التخطيط ولذلك ديننا وإسلامنا يحثنا على التخطيط المبكر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم شوني يعني تخيروا لنطفكم يعني الزوج قبل الله يفكر في الزوجة يفكر في الأولاد اللي راح ييبهم من هالزوجة فلما يتخذ قرار الزواج القرار هذا ما هو عمر شهر ولا شهرين هذا عمر سنين وعمر طويل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التخطيط المبكر فتسألني ليش إحنا خصصنا هذا الموضوع أنا أقول لك صراحة مهم جدا كل أسرة اليوم تسمع هذا البرنامج مرة ومرتين وثلاث وتطبق في واقعها العملي ولذلك الأسرة ليش هي محتاجة تتعلم التخطيط العائلي لأنه التخطيط راح ينظم شؤون الأسرة التخطيط راح يوزع المسئوليات والجهود على أفراد الأسرة ما يكون كل شيء براس الريال أو كل شيء براس المرأة مثل مرة واحدة تقول لي كل شيء على راسي تقول لي تصدق يا أبو محمد أنا أربي العيال أنا أدرسهم أنا أنظفهم أنا كل شيء في البيت أنا أشتري أنا أطبخ أنا أنظف أنا أرتب وتعرفون شنو قالت لي وقالت لي أنه زوجي الآن شرق سيمة واعتمد المخطط مع المهندس تعرفون من اللي يشرف الآن على بنيان البيت الزوجة تقول لي والله إنه راسي دايغ لا من بيتي ولا من بنيان البيت اللي ديد فأنا أقول إذن إحنا بحاجة لتخطيط التخطيط راح يساعدنا التخطيط راح ينظم أمورنا اليوم عالمنا أصبح عالم معقد العلاقات فيه متشابكة فكل ما خططنا كل ما نظمنا الأمور ولذلك الحقوق والواجبات كثيرة والالتزامات اللي على الإنسان كثيرة وخصوصا الآن بعد اكتشاف وسائل الاتصال والثورة التكنولوجية الموجودة الآن في العالم هذه كلها قاعدت تقصر المسافات وأصبحت الكرة الأرضية كأنها قرية صغيرة هذا الأمر كله يدفعنا نحو التخطيط ولذلك أول من يشتغل في التخطيط من المسلمين تعرفون الحروب في أيام الجاهلية كيف كانت ما يعرفون الكفار أول إلا نظام واحد في الحر الكر والفر فلما جاء الإسلام دخل الأنظمة الحديثة وبدأوا في التخطيط فجاء نظام الصفوف المرصوصة كالبنيان المرصوص هذا نظام جديد وتخطيط جديد خادم الوليد رضي الله عنه عنده من الحيل ومن الخطط الحربية الشيء الكثير وكذلك قادث المسلمين فأبدعوا المسلمين أثناء تخطيطهم وتنظيمهم أول كتاب ألف في عالم التخطيط والإدارة للإمام الكتابي رحمة الله عليه واسم الكتاب التراتيب الإدارية بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد توصيف الوظيفي لأصحابه فهذا سماه الفاروق وهذا سماه الأمين وثالث سماه سيف الله المسلول ورابع الصديق هذه كلها توصيف وهذا جزء من التخطيط فالتخطيط إذن إحنا اليوم بحاجة له سواء على مستواننا الاقتصادي أو الأخلاقي أو السلوكي أو التربوي لكن أنا اللي همني الآن من خلال هذا البرنامج التخطيط الأسري التخطيط العائلي كثير من اللي اشتركوا في الدورات وأنا كنت أتكلم معهم في التخطيط كثير منهم كانت نفسياتهم وهم يسمعوني يقولون لي كلامك هذا صعب إحنا صار لنا ثلاثين وربعين سنة ما عمرنا خططنا الآن يايد قول لنا تعال خطط حق عائلتك أنا أقول يا إخوان ويا أخوات إذا كل واحد فينا وهو قاعد يسمعني قاعد يقول هذا الكلام في نفسه حقيقة ما راح نتقدم خطوة وحدة طيب إذا أنت ما تبي تتعلم تخطيط علم أولادك ولا تخلي أولادك وبناتك ليكبروا يرددون نفس كلامك اليوم على الأقل استفيد استثمر هالأوقات استثمر هذا البرنامج فإذا كنت أنت رافضة لنفسك فلا ترفضها لأولادك ولبناتك أو لزوجتك مرة ثانية خلونا نتعاون خلونا متفائلين خلونا نتوكل على الله ونبدأ معكم بداية التخطيط ما هو التخطيط؟ ما هو التخطيط؟ شرايكم؟ أحد فيكم يعرف تعريف التخطيط؟ طبعا أنا أقصد التخطيط العائلي ما هو التخطيط مرة ثانية؟ التخطيط هو تنظيم للذات والفكر يعني العقل بشكل منطقي إذن ما هو التخطيط؟ هو تنظيم للذات والفكر بشكل منطقي وما هو التخطيط؟ التخطيط هو توقع مدروس للنتائج المستقبلية حفظوها معاي أربع كلمات توقع مدروس للنتائج المستقبلية بمعنى أن التخطيط ما يخلينا نعيش يومنا يخلينا نعيش مستقبلنا فالواحد فينا راح يشوف المستقبل البعيد ويبدأ يتوقع هذا المستقبل ويخطط للوصول لهذا المستقبل ولذلك أقرب هذا المعنى بمثال خلينا ناخد مثال التاجر التاجر قبل لا يدخل الصيف بأربع أو خمسة شهر يبدأ يستورد الماء بكميات كبيرة شو اللي صار عند هذا التاجر؟ صار عنده توقع مدروس للنتائج المستقبلية وعارف أنه الصيف وخصوصا عندنا احنا في الخليج شمس حارة ورطوبة وغبار فراح كثف من طلبيات الماء فإذا هذا التوقع وهو كان متوقع أنه المستقبل راح يكون في صالحة فلما يز الصيف راح تنفذ هالكميات وبالتالي راح يزيد دخله نفس الشيء لو فكر نفس هذا التاجر قبل موسم الشتاء بأربعة شهور وبدأ يستورد الدفايات أو البطانيات الناس كلها تشتري في الشتاء البطانيات والدفايات فإذا هذا توقع مدروس للنتائج المستقبلية خلنا أخذ مثال أسري الأم في البيت إذا كان يوم السبت وعرفت أن الأولاد راح ينتهون من الامتحان يوم الأربعة وحبت تسوي مفاجأة يوم الخميس فقاعدة تفكر ش تسوي لهم غدا يحبون الأطفال مثلا هذا التفكير قاعد يصير عند الأم في أي يوم يوم السبت ففكرت مثلا تطبخ لهم يوم الخميس القادم برياني أو مجبوس لحم وتسوي لها حلويات مثلا تشيز كيك ولا تشوكلة موس أي شيء من هالأنواع اللي ممكن الأم تفرح فيها الأولاد هذه العملية اللي قاعدة تصير في ذهن الأم يوم السبت إحنا نسميه تخطيط فهو توقع مدروس للنتائج المستقبلية الأبو أول ما يللل الولد يفتح لحساب بالبونج ويحول له في الشهر مئة ريال أو مئة درهم أو عشر دنانير أو أي عملة ويظل هذا الاقتطاع إلى بلوغ هذا الولد عمره عشرين سنة هذا إحنا شنسميه تخطيط توقع مدروس للنتائج المستقبلية الأبو كان متوقع أنه هذا الولد لما يسير عمره عشرين سنة رح يتزوج فمن وين لفلوس فيبدأ من الآن يحول في حسابه المبالغ النقدية فإحنا إذن قاعدين نمارس التخطيط من حيث لا نشعر مثل قيادة السيارة لما نسوق السيارة ورايح مثلا من جدة لمكة أو رايح مثلا من الكويت إلى قطر أقعد أفكر أي طريق أنا آخذ هذا التفكير هو عبارة عن قراسة الواقع في عملية التخطيط أو تشخيص الواقع بعدها أنظر نظرة مستقبلية للأمام وبعدها أفكر أي طريق أفضل ثم بعد ذلك أتخذ القرار كل هذه العمليات التي صارت معي وأنا قاعد أقود السيارة هذه من مبادئ التخطيط من عام 1880 كان هناك رجل اللي يسمونه السوبرمان اللي هو على قولة إخواننا المصريين ابتاع كله طبعا اليوم صعب الإنسان يصير ابتاع كله اليوم عالمنا يحترم عالم التخصصات يعني حتى في السابق علمائنا رحمة الله عليهم كان ابن القيم أو ابن تيمية أو غيرهم من العلماء الأفاضل كان واحد فيهم لما يتكلم في الطب كأنه هو حقيقة إمام وإن تكلم بالفق كأنه هو إمام وإن تكلم بالأصول كأنه هو إمام وإن تكلم في الحديث ما في أحد يعلق بعده فكان حقيقة يعني شخصياتهم ونفسياتهم ومواقعهم يختلف عن واقعنا اليوم اللي اليوم أصلا في علم الهندسة نلقى هندسة ميكانيكية وهندسة صحية وهندسة كهربائية وهندسة وراثية وهندسة جينية وهندسة عظام وهندس هذا بس في علم الهندسة في علم الطب نفس الشيء في علم الشريعة اليوم صار نفس الشيء فالتخصصات اليوم هي اللي تحكم ولذلك التخطيط يدفعنا نحو التخصص ولذلك أنا أسألكم فالعائلة اللي أنتوا عايشين فيها هل العائلة اللي أنت عايش فيها هي عائلة علمية ولا صحية ولا دينية ولا بتاع كله مرة ثانية نقول إحنا بحاجة للتخطيط وهو توقع مدروس للنتائج المستقبلية لكن أسألكم سؤال هل التخطيط يلغي المشاكل العائلية شو رأيكم الآن تعلمنا نخطط وحطينا الخطة هل معنى هذا ما في مشاكل لا من يقول المشاكل موجودة موجودة سواء في تخطيط أو ما في تخطيط لكن واحد يقول طيب عليش نخطط ما لا داعي نخطط بدام المشاكل الموجودة عالما استفدنا من التوقع المدروس للنتائج المستقبلية أنا أقول لا في فايدة وفايدة كبيرة الفرق بين الشخص اللي يخطط والشخص اللي ما يخطط بالنسبة للإنسان اللي يخطط لما تأتي المشكلة يكون متهيئ لها ومستوعبها وعارف كيف يتعامل معاها ويكون دارسها قبل لا تيلا أما الإنسان الغير مخطط فهذا بالنسبة للمشكلة صدمة المشكلة أزمة المشكلة توتر أعصابها فهذا الفرق بين الأثنين فهل يلغي التخطيط العائلي المشاكل العائلية؟ طبعا لا لكننا يخفف منها ويجعلنا نتعامل معاها بمرونة وبلياقة فوائد التخطيط العائلي هناك مجموعة فوائد يستفيد منها الزوج والزوجة لما يخططون للعائلة ولأنفسهم ولمستقبلهم أهم هذه الفوائد أنه التخطيط العائلي يزيد المحبة بين الزوجين الزوج والزوج اللي يقعدون مع بعض ويخططون لحياتهم العائلية بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر ويخططون لأولادهم رح يصير بينهم حوار ورح يصير بينهم تفاهم ويمكن الزوج يطرح فكرة تعرضها الزوجة ويمكن الزوجة تطرح فكرة يعرضها الزوج بالأخير رح يصير بينهم نقاش بالأخير واحد منهم رح يضحي أو أنه رح يوصلون إلى صيغة تعاون واتفاق بينهم وبين بعض هذه العلاقة اللي نشأت بين الزوجين هذه تقوي العلاقة بينهم وتقوي من الانسجام النفسي بين الزوج وبين الزوجة وإذا ازدادت العلاقة وتقوي الانسجام تنمى عندنا الحب فإذا أول فائدة نجنيها من التخطيط العائلي زيادة المحبة بين الزوجين جربوها وعطوني خبر الفائدة الثانية زيادة التفاهم شلون؟ أحيانا الأسرة يكون كل شيء في راس الزوج والزوج هو صاحب القرار الزوج هو اللي يخطط الزوج يتحمل مسؤولية الزوج اللي ينفذ فتصير الزوجة كأنها مالها دور في البيت لا رأيها قاعد يسمع ولا هي قاعدة استشار ولا قرارها أحد قاعد يلقي لها بال وبالتالي راح تصير عندنا فجوة في حياة الرجل وفجوة في حياة المرأة ويصيرون اللي يضايعين منه الأولاد لكن التخطيط يوجد حوار وهذا الحوار يزيد من نسبة التفاهم بين الزوجين أما الفائدة الثالثة فالتخطيط العائلي يوجد جو المشاركة أحيانا في بعض الأهداف ينفذها الزوج وفي بعض الأهداف يتنفذها الزوجة وفي بعض الأهداف لما تكتب الخطة مالي ينفذها حمود أو سعود أو حصة أو سلوة أو منيرة أو فاطمة لعيال فإذن التخطيط العائلي قاعد يوجد عندنا جو مشاركة بين الأب والأم ومع الأولاد أما الفائدة الرابعة وهي أن يكون توجه العائلة واحد يعني ما يكون الزوج في الشرق والزوجة في الغرب والعيال في الشمال والخدامة في الجنوب هذا طبعا ما هي أسرة كل واحد فيهم دولة العائلة لما تصير متماسكة مترابطة كلهم قاعد يحققون هدف واحد وقاعدين يمشون في اتجاه واحد ما في شك أن هذه عائلة راح تكون سعيدة وعائلة راح تكون مستقرة وهذا لعله راح نطرق لها في الفقرات القادمة بإذن الله الفائدة الخامسة تدريب الأبناء على التخطيط الأب لما يخطط والأم لما تخطط من اللي راح يتعلم الأبناء فابني وابنك وبنتي وبنتك ليكبروا بتي البنت وتقول حق الزوج تعال أنا أمي الله يرحمها كانت تخطط مع أبوي الله يرحمها فتعال يا زوجي خلنقعد ونحط ورقة وقلم وخلنخطط مع بعض عادي يقول لها الزوج نزين شون نخطط تقول للزوج تعيي أنا أذكر من عشرين سنة سمعت شريط كست اسمه التخطيط العائلي حق بمحمد الله يرحمها قال لها زي وين الشريط قالت لا والله هذا الشريط تعال خلنسمعه ويحطون الشريط عدخل يدعو لنا ذك الساعة ويحطون الشريط ويفدون الخطة ويبدون الأولاد يتدربون يتعلمون فإذا هذه الفائدة الخامسة وهي تدريب الأبناء على التخطيط أما الفائدة السادسة فهي تقليل من نسبة التوقعات السيئة في المستقبل تذكرون شون عرفنا التخطيط توقع مدروس للنتائج المستقبلية فكثر ما تكون الخطة محكمة كل ما يكون توقعنا للمستقبل بمشاكله بسلبياته وبإيجابياته يكون توقعنا أفضل أما الفائدة السابعة وهي قول الله عز وجل لنبلوكم أيكم أحسن عملا كيف الإنسان يصل إلى العمل الحسن العمل المتقن كيف يصله من خلال التخطيط ولذلك الله عز وجل يقول لنبلوكم بمعنى أنه قضية التخطيط وعدم التخطيط والمعاناة التي قاعدين نعيشها في الحياة هي عبارة عن ابتلاء كيف نحن نواجه هذا الابتلاء من خلال العمل الحسن وكيف نوصل للعمل الحسن من خلال التخطيط شايفينش كترة التخطيط مهم فالنجاح من الابتلاءات في الدنيا يكون من خلال التخطيط والنجاح من فتن الآخرة يكون من خلال التخطيط فالتخطيط العائلي جدا مهم سواء كانوا الزوجين عندهم عيال أو ما كان عندهم عيال فالتخطيط إذن هو ليس صراع مع القدر وإنما هو جزء من الإيمان أين خطتك؟ هل جربت مرة تكتب خطة لنفسك؟ ما جربت؟ أو جربت؟ قبل أن نفكر في غيرنا خلونا نفكر في أنفسنا أول أنتم تعرفون أن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا الواحد فينا مكاتب خطة لنفسه كيف ممكن يكتب خطة لغيرها؟ هو ممكن لكن الصح أن الواحد يكتب خطة لنفسه وبعدين يكتب لغيرها طبعا بعض الناس يقولون أنه إحنا في عملنا وفي وظيفتنا دائما في قيود وفي نظام وفي التزاماتنا العائلية دائما في قيود وفي نظام فتب مننا يا أبو محمد بعد نكتب خطة علشان نلزم نفسنا فيها إحنا بروحنا بنتخلص من النظام ومن القيود أنا أقول طبعا هذه شبهة بسهولة لوحد ممكن يرد عليها الإنسان من أول ما نخلق وهو في قيد وهو في حبس حتى وهو في بطن أمة شوفوا شون قاعد حاط إيدين الثمتين ومدخل رأسه وعاكف ريله حتى شكله في بطن أمة محبوس وبعدين بعد ما نولد احبسوه في المهاد ما يتحرك أبدا وبعدين انحبس لحت رعاية أمه وأبوه وبعد ما انكبر انحبس في النظام الاجتماعي اللي هو عايش فيه وبعد ما تزوج قيد الزواج وانحبس في وظيفته وبعد ما يموت ينحبس في قبرة فالإنسان في مسيرته دائما في حبس دائما في قيود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر فالمؤمن دائما في قيد وفي التزامات وبيني وبينكم الحياة كلها ستين سنة سبعين سنة وبعدين بعدين راح نروح إلى الخلود إلى النعيم فالواحد تسوى عليه لو أن يقيد نفسه في هالدنيا وبعدين يعيش حر طليق في الآخرة في جنات النعيم بعض الناس عنده شبهة ثانية يقول يا أبو محمد انت ياينب تعلمنا بعد تخطيط خلنا على البركة والله نزين نحن فأنا أقول له ميخالف خلك على البركة والبركة فيها خير كبير لكن ضيف على بركتك هذه شوية تخطيط حتى تصير إنتاجيتك وإنجازك كبير جدا وعظيم إذن لابد أن نفكر في خطة أنفسنا أولا ثم بعد ذلك نفكر في التخطيط للآخرين اليوم حياتنا صارت حياة مادية الواحد فينا دايما يفكر بالفلوس الفلوس الفلوس في كل شي حتى الخطة اللي يكتبها لنفسه شلون يصير مليونير وشلون يجمع فلوس صح أن أوضاعنا الاجتماعية ما هي مستقرة وتطلب من الإنسان دايما يفكر في الفلوس لكن الواحد هنبعد خليكن واقعي في أمور روحانية تجلب السعادة في أمور عاطفية تجلب السعادة ولذلك يعني خليني أقول لكم قصة خرافية وفيها عبرة وفيها استدلال الشيخ علي الطنطاوي مرة قال هذه القصة وقال في واحد فقير مسكين لكن عنده زوجة وعنده أولاد وعنده كوخ بيت صغير شحليلة مستنسين عندهم قوت يومهم بس هذا الريال كل يوم يتمنى فلوس 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 إلى أن يالا واحد وقال له شوف اللي تتمنى الحين يستجاب لك قال والله قالي قال أنا أتمنى إن كل اللي تمسك إيدي ينقل بذهب قال له هذي أمنيتك قال له هذي أمنيتي لأنه أنا ما ينقصني شي في حياتي الحمد لله لكن لي ينقصني الفلوس وأنا بيفلوس ومو أي فلوس أنا بكل شي أمسك بيدي أو كل شي ألمس بيدي يصير ذهب قال لا خلص لك ما تخيلت بده هذا الفقير المسكين حط إيده بجيبة وطلع القلم كان يتحول القلم إلى ذهب استانس راح السوق كان يبيع القلم وكسب فلوس شوي مشه شاف حجر فحط إيده على الحجر فتحول الحجر إلى ذهب فأخذ الحجر هذه اللي صار ذهب وراح باعها وكسب فلوس وبدأ كل ما شاف شي حط إيده عليه وتحول إلى ذهب استانس هذا الرجل وبدأ فلوس تزداد راح أكل يوم زوج تمساوية للغدل اللي ما يحلم فيه هالذبيحة وهالمجبوس الزين وشوية فلفل والحلويات والفاكه شيء نظم شيء مرتب قاعد صاحبنا هالفقير حط إيده على العيش كان ياي ميت يوع فتحول العيش إلى ذهب قال ها أنا شو ناكل الحين حط إيده على اللحم فتحول اللحم إلى ذهب أقدر ياكل قام مات مليوع فيانت بنتها صغيرة قلت لبابا قال لها نعم قلت أنا من زمان ما شفت فأخذ بنتها بيحتضنها بيقبلها فتحولت بنتها إلى ذهب فشعر هذا الرجل أنه الغنى والطموح ما هي قضية فلوس الإنسان يحتاج مشاعر يحتاج عواطف يحتاج حب يحتاج طعام يحتاج احترام هذه كلها قيم الإنسان أحيانا ما يقدرها لما يحط خطة لنفسه فهذه كلها أمور لابد أن نحن نفكر فيها لما نخطط لأنفسنا الفوضوي المنظم مرة كانت عندي معاملة فدخلت على صديق في مكتب وشفت مكتبة ما شاء الله بسم الله إذا عليه 300 ورقة أو 300 معاملة شوية ومعاملة فوق معاملة ومعاملة تحت معاملة يعني مكتب فوضوي بشكل رهيب وأنا قاعد عندي على الكرسي كل ساعة يدخل على مكتبة شخص يقول لها يقول لها يا فلان معاملتي خلصت يقول لها إي لحظة شوية ديقة يدخل إيدة شديحوس داخل هالوراق مدري شون يطلعها أنا والله استغربت مرة مرتين ثلاث أربع يوم صفة الجو التفت عليه قلت لها يا أبو فلان قال نعم قلت لها أنت شون تدير أعمالك على هالفوضة هذه شون قدرت تطلع الورقة حق فلان ليش ما تكونوا منظم شاني يقول يا أبو محمد قلت لها نعم قال هذه اللي سمونها الفوضة المنظمة قلت لها شلون هذا والله مصطلح يديد أنا حقيقة ومرأة اسمعها فأنا طبعا عجبني هالمصطلح فحبيت أقول لكم هالقصة عشان نتكلم عن هالشخصية الفوضوية لكنها منظمة شلون يكون الإنسان فوضوي مرتب أنا بالنسبة لي طبعا صعب أنا ما قدر أطبقها بس هذا صاحبنا لا والله يقدر بس مدري ما يكون فوضوي بل بالعكس يكون مخطط لكن أنا أسأل سؤال هل كل إنسان يصلح أن يكون مخطط أو يكتب خطة شرايكم هل قضية التخطيط هي مهارة تكتسب ولا هي بالفترة طبعا هي مهارة تكتسب هل ممكن كل إنسان يضع خطة نعم كل إنسان ممكن يضع خطة ممكن يتدرب ممكن يتعلم لكن نسأل السؤال أهم هل كل إنسان بعد ما يضع الخطة قادر على تنفيذ الخطة هني نوقف صراحة لا مو كل إنسان تعرفون من اللي يقدر ينفذ الخطة اللي عنده قدرة على اتخاذ القرار إذا كانت شخصيتك ضعيفة ودائما يتراعي الناس وواي الطيب ودائما مصالح الناس مقدمة على أهدافك الخاصة بالتالي أي خطة رح تضعها رح تكون معرضا للفشل إلا إذا كانت خطتك هي خدمة الناس وتقديم مصالح الناس هنا تكون أنت ناجح لكن واحد أو وحدة حطوا خطة وما يقدرون يتخذون قرار إذن كيف سينفذون هالخطة فإذن أهم صفات في من يستطيع أن ينفذ خطته أن يكون إنسان صاحب قرار ما يكون متردد ما يكون متقلب ما يكون ضعيف الشخصية ما يكون ما عنده ثقة في نفسه هذه كلها صفات من يتخذ القرار الصفة الأولى شخصية قوية اثنين كن واثق من نفسه ثلاثة عندها الإقدام والشجاعة أربعة أنه يدرب نفسه على هالصفات قبل أن نحط الخطة إذا أنت تشعر أو أنت تشعرين أن عندكم تردد خلينا نقوّل عزيمة إذن أول خلينا نقوّل ثقة في النفس أول بعدين لما نحط الخطة نقدر ننفذها أما أن الزوج أو الزوجة يضعون الخطة وبعدين يقولوا والله إحنا ما عندنا قدرة على التنفيذ وبعدين يستطيعون قناعة شخصية أنهم ما يستطيعون ينفذون ما في الخطة وضعف في أنفسهم طبعا هذا ما هو صحيح في ناس فوضويين نعم لكنهم ناجحين صح موجودين في العالم لكن هل أنت منهم أو هل تتمنى أن تكون منهم أنا أقول لا نبدأ مع بعض أن تعلم تخطيط خلونا ندقق في قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام لما استلم الوزارة سواء كانت الزراعة أو المالية أي وزارة المهم استلم هذا المنصب كان أمامه خطة استراتيجية كان يتوقع النتائج المستقبلية فعنده سبع سنوات فيها رخاء وسبع سنوات عبارة عن سبع عجاف وبعدين عندنا سنة وحدة فالمجموع خمسة عشر سنة فكتب يوسف عليه السلام خطتها لمدة خمسة عشر سنة وبدأ يعمل وبدأ يشتغل لأنه هناك معلومات مهمة أثناء تنفيذ الخطة لابد أنها تكون موجودة حتى ننجح في تنفيذ هذه الخطة مثال مصر الآن سبع سنوات رخاء ما ناتفي عندهم زراعة كيف يوسف عليه السلام رح يدير قنوات الزراعة كيف رح يدير السقاية الماء ما هي الأراضي اللي ممكن نزرع فيها وإذا زرعنا كم سنبلة ممكن تطلع وكل سنبلة كم حب فيها هذه معلومات وايد مهمة أنها تكون عند يوسف عليه السلام وهي تقودنا إلى علم اسمه علم الإحصاء طيب من المعلومات المهمة حتى ننجح ندير الدولة صح في عهد يوسف عليه السلام كم نسبة المواليد في مصر عشان نحسب حسابهم في الأكل وكم نسبة الوفيات في مصر في ذلك اليوم عشان نحسب الوجبات الغذائية طيب شلون نخزن المحصول الزراعي وما هي طرق التخزين وكيف نحفظ المخازن من السطو أو السرقات لأنه بتينها مجاعة معناته كيف رح يدير يوسف عليه السلام القضية الأمنية كل هالكلام اللي قاعد أقوله يحتاج لكم بيوترات لكن يوسف عليه السلام أدار المهمة إدارة جيدة والمدير الناجح يكون مدير ناجح إذا عنده خطة ناجحة والخطة الناجحة ما تكون ناجحة إلا إذا كان الشخص شخصية قوية واثق من نفسه ما هو متردد يستطيع أن يتخذ القرار وعنده توقع مدروس للنتائج المستقبلية هذا مثال أحببنا أن نتعرض له حتى لما ندخل في التخطيط العائلي تكون المقدمات التي تكلمنا فيها تهيئة نفسية لكل زوج ولكل زوجة أنا أدري أن أطولت عليكم لكن سامحوني أقول لكم موضوع التخطيط ما هو موضوع سهل تحملوني وخلونا نتكلم مع بعض بكل صراحة البرنامج هذا لازم ما يسمع مرة ولا مرتين لازم يسمع أكثر من مرة وتكتب أكثر من خطة وخصوصا للإنسان اللي عمره ما كتب خطة حتى يستطيع أن ينجح في حياته وتكون عنده إضافة على هالدنيا وتكون عنده بصمة الإمام الرافعي يقول رحمة الله عليه يقول إن لم تزدد شيء على الدنيا كنت أنت زائدا عليها مراحل التخطيط راح ندخل عملي الآن مع بعض شوي لكن مقدمة قبل أن ننفذ شنو المراحل لما نحط الخطة لا بدنا نحن نفكر فيها المرحلة الأولى وهي مرحلة الحلم شنو حلمك في الحياة وانت يا الزوجة شنو حلمك في الحياة ما هو طموحكم شنو الشيء اللي تتمنون أنكم تحققونه بعد عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة ما الغريب في الموضوع إن هناك في نظامين في التخطيط النظام الأول نظام الأمريكي أو الغربي وهما يخططون خمس سنوات عشر سنوات للأمام وفي بعض المدارس اليابانية وهذا النظام الثاني يخطط لخمسمائة سنة ممكن بعضكم يستغرب الآن شلون ممكن الإنسان يخطط لخمسمائة سنة إن الواحد فينا عسى يخطط أسبوع واحد وعسى يطلع في هذا أنا أقول مرة ثانية الإنسان لما يخطط خمس سنوات وعشر سنوات هو تخطيطه صحيح ولما يخطط خمسمائة سنة كذلك تخطيطه صحيح بل بالعكس تعرفون إحنا ديننا وإسلامنا ما يدفعنا إلى الأنانية في التخطيط بمعنى أنه الواحد فينا أو الوحدة لازم ما تضع خطة لنفسها فقط الواحد لازم ما يكون أناني اللي يحب الخير يحب ينشره ما يحب يخشه الواحد فينا لازم يخطط لنفسه ويخطط لغيره شو المانع أنه أنا أحد خطة عائلية لمدة خمسمائة سنة مشروع معين طموح أو حلم عائلي يمكن أنا ما أقدر أحققه في عهدي لكن ابني يقدر يحققه يمكن لا أنا ولا ابني أقدر أحققه لكن ابن ابني يقدر أحققه أو أني أنا أسس مشروع عائلي أديره وبعدين ابني من بعد يديره وبعدين ولد ولدي يديره لمدة أربعمائة خمسمائة سنة شو المانع بل بالعكس هذه من المفاهيم اللي أنا أفهمها الصدقة الجارية عندنا في إسلامنا الصدقة الجارية ما تتكلم عن أربعمائة سنة ولا عن خمسمائة سنة تتكلم عن صدقة جارية غير محددة بتوقيت بمعنى أنها هي خطة لأكثر من ألف سنة شفتوا شلون ديننا وإسلامنا عظيم ولذلك عالم التخطيط عالم كبير لكن أهم شيء خلونا نتعلم نحلم حلمه غمضوا عيونكم الحين بس عادة اللي قاعد يسوق السيارة ينتبه لا يدعم يوهقني بعدين وليه حاسب الشرطي يقول والله خالف المحمد لا يا معود لا توهقنا فأنا أقول مرة ثانية خلونا نتعلم نحلم هذه أول خطوة الخطوة الثانية في مراحل التخطيط الرسالة بعد ما نحط الحلم نطلع مننا الرسالة شنه هي رسالتكم في الحياة العائلة تبونها من أي نوع من أي صنف فنكتب الرسالة مع بعض هذه كلها رح نشتغل فيها بعد شوي لا تستعيلون بس كل واحد خيجهز الآن ورقه وقلم رح نكتب الحلم وبعدين رح نكتب الرسالة مع بعض وبعدين رح نكتب أهدافنا مع بعض هذه الأهداف اللي توصلنا لتحقيق الرسالة وبعدها رح نكتب الوسائل اللي توصلنا لتحقيق أهدافنا العائلية والأسرية وبعد ما الواحد يكتب حلمه ورسالته وهدفه ووسائله لابد أن يحط التوقيت طيب متى هو نقدر نفسه يحقق هالوسيلة اللي تنفذ الهدف بعد شهر شهرين سنة سنتين يكتب التوقيت وبعدها في بعض الأهداف وبعض الوسائل تحتاج فلوس ميزانية لازم الزوج والزوجة يفكرون فيها وبعدها عاد ندخل في إجراءات التنفيذ ومن اللي يشرف على هالخطة وبعدها التقييم والتصويب حتى نقدر نقيم أنه هل هالخطة نجحت أو فشلت وإذا فشلت شو ممكن أن نجحها وإذا هي ناجحة شو ممكن حانفظ على هذا النجاح هذا باختصار شديد مراحل التخطيط ولذلك رح ندخل معاكم الآن بشيء من التفصيل في كل مرحلة على حدة الله يعينكم علينا تحملونا لكن رح تكونون سعداء جدا لو نفذتوا التعليمات في هذه الخطة أنا في البدايات أول مرة بحياتي حضرت دورة في التخطيط صراحة أنا خفت قلت بويه شغلة وايت صعبة من وين أبدي ش أسوي زي أنا حسيت أن حياتي ماشي غلط وقعت والله أكتب وشق الأوراق أكتب وشق الأوراق يمكن ذاك اليوم إذا شقيت خمسين ورقة شوية لكن بعد هالخمسين ورقة اللي انشقوا قدرت أكتب ورقة شنو أنا أبي من الدنيا وشنو أبي الدنيا تعطيني شنو أبي من زوجتي شنو أبي من عيالي شنو أبي من أمي من أبوي من أهلي من أرحامي من أقربائي شنو أنا أبي من مجتمعي شنو أنا أبي من دولتي شنو أنا أبي من الخليج شنو أنا أبي من وطن عربي شنو أنا أبي من العالم وبالتالي بدأت الخطة تتنفذ وبفضل الله ما تتصورون شكثر أنا أشعر في سعادة من داخلي لأنني استطعت أني أكتب خطة صح في البداية انفشلت في البداية كانت هناك عوائق كثيرة لكن ما يمنع الإنسان حتى ينجح لابد أن يمر في مراحل الفشل وبعدين ينجح بإذن الله ولذلك أنا أقول للزوج وللزوجة سمعوني سمعوا شو بقول إذا فشلتوا في حياتكم الزوجية وما خططتوا لها تدرون شو تكونون؟ تكونون خططتوا للفشل احلم وعينك مفتوحة نبدأ معكم مع أولى تمارين هذا البرنامج وأنتم لاحظين هذا البرنامج مع مذكرة تمارين خطط لعائلتك الآن خلونا نمسك المذكرة مع بعض ونفتح على صفحة الحلم وهي تحت عنوان احلم وعينك مفتوحة أتمنى الآن الزوج والزوجة يقعدين مع بعض في قاعدة عائلية وأتمنى لو معهم أولادهم أو بناتهم الكبار في السن يقعدون مع بعض يحطونها المذكرة بينهم ويمسكون القلم ويبدون تناقشون في حلمهم في مستقبلهم مرة قلت للمشتركين عندي في الدورة غمضوا عينكم وحلموا طبعا كلهم غمضوا عيونهم طفيت الليتات على الرجال وقلت لهم يلا حلموا وبعد الخمس دقايق فتحت النور طبعا في بعضهم ناموا وفي بعضهم قاموا فقلت لهم ها شنو حلمكم فأذكر مرة واحد قال لي أنا حلمي أني أكون مليونير ثاني قال أنا حلمي أني أبي أنام مبتشر كل يوم الثالث قال أنا حلمي أنه أبي أولادي يكونون صالحين الرابع قال أنا حلمي أبي عائلتي تكون مستقرة وترابطة والخامس قال أنا بحلمي أنه أنا أملك بيت هذه دورة الرجال خلع أعطيكم عينة من دورة النساء طبعا النساء وزعت عليهم المذكرة وقلت لهم اخذوا خمس دقايق كل واحدة ختفكر ما هو حلمها العائلي وخلونا نكتب مع بعض فالأولى شي اكتبت اكتبت أنه أنا حلمي أبي يكون عندي زوج مدين الثانية قالت أنا حلمي أني أنا بي أسافر كل سنة الثالثة قالت أنا حلمي أني أبي أملك مجوهرات وايد الرابعة قالت أبي أولادي وعيالي كلهم يسيرون دكاترا والخمسة قلت له هاش حلمت يا أمو فلان قلت أنا ما حلمت قلت له ليش شاءت قول لي أني أنت ربيت في بيت أنا ما حلم فيه هم يحلمون عني هذه الظاهر مسكينة في بيئة ما له صوت كل مرة فهنا أقول مرة ثانية طبعا هذه عينة إحنا الآن ما نبي نناقش هل أحلامهم صح ولا غلط لأنه هذا الآن مو هدفنا إحنا هدفنا الآن أننا نحن نحلم إذا عرفنا نحلم بعدين يصير من السهل إحنا نقول هذا الحلم صح هذا الحلم غلط هذا صاحبنا اللي قال أنا حلمي أني أكون مليونير ما نقدر نقول له والله صح ولا غلط لأنه ما نعرف إيش هي ظروفة وما نعرف الفلوس اللي بيأخذها وين رح يصرفها هذه كلها أمور ما نبي ندخل الآن في التفاصيل فيها لكن المهم خلونا نتعلم شلون نحلم صح أحيانا الحلم يكون فردي وأحيانا يكون جماعي هدف هذا التمرين نبي أحلامنا تكون عائلية أنا الآن مو معاكم عشان تكتبون خطة لأنفسكم أنا معاكم عشان نكتب خطة للعائلة أترك لكم مجال تفكرون مع بعض تمسكون القلم نبدأ حاول تكتب حلمك حاول يتكتبين حلمك الأسري والعائلي ممكن الآن توقفون الشريط وتفكرون وتكتبون وبعدين نستمر مع بعض تمام؟ إن شاء الله تكونون كتبته مرة ثانية نأكد مو مهم اللي كتبته صح ولا غلط المهم خلونا نتعلم نكتب مرة سألت مجموعة مشتركين عندي في الدورة ما هو حلمكم العائلي تعرفون شو قالوا؟ وممكن نستفيد منهم الأول قال أنا حلمي أبي عائلتي تكون مستقرة وسعيدة هذا الحلم الثاني قال أنا حلمي أن تكون عائلتي متفوقة بالتعليم الثالث قال أنا حلمي أن تكون عائلتي غنية هذه فقط نماذج نطرحها لكم طبعا لما تتابعون معنا هالبرنامج بالأخير راح نقول لكم لنموذج حلم ونموذج رسالة ونموذج أهداف ووسائل حتى احنا نتدرب من خلالها أنا أتمنى أن هذا الكلام ما يسمع من أجل الاستمتاع أو الترف الفكري أو الثقافة أو والله بالسيارة ما نعرف والله ش نسمع خلينا نسمع أبي محمد أن تسلى معاه أنا أرفض أن هذا البرنامج يسمع كتسلية هذا البرنامج لازم يسمع كتطبيق أو كتنفيذ أو كتدريب اكتب رسالتك الآن طبعا نفتح على الصفحة الثانية في مذكرة التمارين حتى نتناقش مع بعض في موضوع الرسالة طبعا الرسالة تأخذ من وين تأخذ من الحلم ما معنى الرسالة الرسالة تعبر عن شخصية الإنسان وتعبر عن هويته أصعب اختبار أنا دخلت فيه في حياتي لما قعدت أفكر أكتب رسالتي في الحياة أنا لما بغيت أموت الناس يذكروني فيه شفتوا هالسؤال هو هذا هي رسالتي في الحياة كل إنسان لرسالة في الحياة أحيانا تكون مكتوبة وعنده طموح أن يحققها وأحيانا تكون عفوية على البركة يسعى لتحقيقها ولذلك كثير من الأماني موجودة عندنا في أذهاننا ما قدرنا إلى اليوم أن نحن نحققها ليش؟ لأنها ما ترجمت إلى خطة تنفيذية ولذلك جدا مهم أن يكتب الزوج وتكتب الزوجة الرسالة العائلية أعطيكم نماذج واحدة من الدورات رجل متزوج سبع سنوات شكال قال أنا رسالتي العائلية أني أريد أن أحقق رضا ربي من خلال حسن تربية أولادي وتنمية ثقافة زوجتي هذه رسالتي العائلية أعطيكم مثال ثاني واحد ثاني شكال قال رسالتي العائلية أنا بأسس مشاريع تجارية لكن من يدير هالمشاريع؟ عائلتي أعطيكم رسالة ثالثة نموذج نستفيد منها لكن هذه لي امرأة ماذا قالت؟ قالت أنا بأستخدم التطور التكنولوجي لتنمية أفراد عائلتي علميا هذه رسالتها العائلية واحدة رابعة قالت قالت أنا رسالتي العائلية السعي لأن تكون أسرتي أسرة قرآنية تعرفون لما نكتب الرسالة اتحدد الرسالة هوية الأسرة ولذلك كل الأفكار وكل البرامج وكل الأهداف والوسائل رح نستقيها من وين؟ من الرسالة والرسالة نستقيها من وين؟ من الحلم تعرفون والدزني؟ من أكبر المدن الترفيهية المشهورة في العالم عند حلم الحلم هو أن يجعل العائلة دائما مستقرة وتعرفون شنو رسالته؟ هو جعل العائلة سعيدة ولذلك لما حدد رسالته بجعل العائلة سعيدة الآن كل شيء في والدزني لابد أن يترجم لتنفيذ هذه الرسالة فعلى سبيل المثال والدزني أصلا جعلت الزوج والزوجة والأولاد حتى يستنسون يلعبون مع بعض فطلع قرار أنه ما في ولا موظفة أمريكية في الوالدزني تلبس قصير أو تضع مكياج طبعا يمكن تستغربون لما نسأل والدزني يقول ليش تطلعت هذا القرار يقول لأنه إذا كانت المرأة لابسها مكياج رح تلفت نظر الزوج وبالتالي أنا ما خليت العائلة سعيدة قرار ثاني طلع على والدزني سلال لزبالة اللي لونها أسود أو لونها أزرق كلها طلع لها قرار أنها ترسم عليها رسومات بطة والسلحفات ووزة وطيور فالواحد لما يدخل والدزني سلة لزبالة ما يشوفها لونها أسود يشوفها ملونة ومشكلة وعليها حيوانات فهو شو نظريتها يتقول يقول أنه رسالتي أنا جعل العائلة سعيدة فلازم كل شي في هالمدينة حتى موضع النظر لازم يأثر على سعادة العائلة ولذلك اتخذ قرار أن كل خمسة متر لابد من وجود سلة لزبالة لأنه الأب أو الأم أو الولد لما يكون عنده علبة الببسي أو السفن أب أو عنده تشيس مثلا يبي قطة ويقعد يدور على سلة لزبالة راح يصير متوتر وقلق وهذا راح يتنافى مع رسالته اللي هو جعل العائلة السعيدة فطلع قرار كل خمسة متر أكسلة تزبالة شفتوا شلون الحياة ممكن تمشي إذا كان الإنسان عنده رسالة ما هي رسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محددة وواضحة ولذلك نشوف ترجمة أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بيت النبوة أو مع أصحابه أو في الخارج أو من خلال الحروب كلها تخدم الرسالة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن فيها كلامي مرة ثانية للزوج وللزوجة بعد ما كتبنا الحلم خلونا نفكر نكتب الرسالة أنا أقول كتبه حتى لو غلط كتبه مخالف لا حد يقول ما عارف لا حد يقول أخافه غلط لازم نغلط ولازم ما نعرف احنا قاعدين نتعلم احنا قاعدين نتدرب نجرب اكتب وإذا في أي إشكال عندك واجهتك راح نتعلم بعدها النموذج الصحيح حدد أهدافك كلامي الآن للزوج والزوجة قبل أن تكلم على الأهداف خلونا نقول لكم قصة عائلة بتخطيط وأم تخطيط هذا بتخطيط وأم تخطيط بعد ما شروا هذا البرنامج استانسوا منه وقالوا يلا خلينا نكتب اللي يقولنا يا أبو محمد ونفتح مذكرة التمارين معاه وعلى صلى الله يوفقنا إن شاء الله فأقول لكم الآن الحلم اللي اكتبه بتخطيط وأم تخطيط طبعا نبيتكم الآن مذكرة التمارين نفتح على صفحة حدد أهدافك فتحتوا معاي خلونا نشوف قصة عائلة بتخطيط شايفين معاي الحلم اللي اكتبه بتخطيط وأم تخطيط اقروها معاي الحلم هو تحقيق السعادة الأسرية في الدنيا والآخرة هذا هو الحلم اللي اتفق عليه بتخطيط وأم تخطيط لعائلتهم حتى احنا نكتب الرسالة لازم نسأل نفسنا كيف ونموضح عندكم في المذكرة شايفينك سهم طالع من مربع الحلم إلى مربع أصغر مننا مكتوب عليه كيف يعني كيف نحقق هذا الحلم كيف نحقق السعادة الأسرية في الدنيا والآخرة فبو تخطيط وأم تخطيط جاوبوا على هذا السؤال وهذه الإجابة اللي نسميها الرسالة الرسالة العائلية فكيف من خلال تأمين مستقبل العائلة لأنه إذا تأمن مستقبل العائلة تحققت السعادة وتوجيههم يعني توجيه الأولاد والبنات اللي هم تخطيط وإخوانه وخواته لاستثمار الدنيا والآخرة فلو استطاع ابو التخطيط وأم تخطيط تحقيق هالنقطتين تأمين مستقبل العائلة وتوجيه الأولاد والبنات لاستثمار الدنيا والآخرة معناته هم حققوا الحلم اللي يتمننون أنهم يحققونا نفس هذا النظام نتعامل مع الرسالة حتى نستخرج الهدف نطرح نفس السؤال كيف فلو نقول الآن لبو تخطيط وأم تخطيط كيف كيف نحن نأمن مستقبل العائلة وكيف نوجه أولادنا لاستثمار الدنيا والآخرة أنا أترك هذا التمرين الآن لكل مستمع وكل مستمعة يسكرون الشريط ويفكرون في الأهداف كيف وبعدها نلتقي معاكم بإذن الله تمام؟ خلوني أنا أقول لكم مثالين على كيف كيف نحن نأمن مستقبل العائلة ممكن من خلال أن نوفر لهم دخل مالي هذا يعتبر الآن هدف أو من خلال أن نحن نوفر لهم رعاية صحية هذا يعتبر هدف ثاني أو من خلال أن نحن نوفر لهم مسكن مستقل هذا هدف ثالث أو من خلال الاهتمام بتعليمهم لأنه إذا أبو تخطيط وأم تخطيط اهتموا بتعليم أولادهم بهالحالة أمنوا مستقبل العائلة هذه فقط أربعة أمثلة لأربعة أهداف ممكن نستقيها من الرسالة أما كيف نوجههم لاستثمار الدنيا لسعادة الآخرة أعطيكم بعض الأمثلة الهدف الأول نعلم أولادنا الصلاة والصيام والفقه الهدف الثاني نعلمهم التخطيط الهدف الثالث أن نحن نفقههم في الدين فلما يصير عندهم هذا الفقه يحسنون التعامل مع الدنيا والآخرة فإذن متى يكون الهدف صحيح إذا كان واقعي وإذا كان محدد وإذا كان يمكن قياسه يعني مثال لما أنا كون عندي هدف مع زوجتي أنه أنا أجلس معاها في الشهر مرة وحدة هل هذا الهدف صحيح؟ أولا خلنسأل سؤال هل هذا الهدف واقعي؟ شرايكم أني أنا أقعد مع زوجتي مرة وحدة في الشهر أبروحنا نعم واقعي طيب هل هو محدد؟ هل أنا حددت مع منه راح أقعد؟ نعم أنا حددت مع زوجتي طيب هل يمكن قياسه؟ يعني كم مرة؟ هذا الاجتماع؟ نعم يمكن قياسه لأنه قلنا مرة وحدة في الشهر هذا معناته هدف محدد لكن لما أقول أنا أنا بعلم أولادي الصلاة شرايكم في الهدف هذا؟ هل صحيح؟ أولا سؤال هل هو واقعي؟ نعم واقعي طيب هل هو محدد؟ أنا قلت بعلم أولادي حددت الصلاة طيب هل يمكن قياسه؟ لا طبعا لأنه أنا ما حددت الزمن لو قايل أنا أنا بعلم أولادي الصلاة في السن سبع سنوات في هالحالة يكون هدفي صحيح إذا مرة ثانية نؤكد على عائلة أم تخطيط وبتخطيط حدد الحلم وبعدين اسأل نفسك كيف ثم حدد رسالتك العائلية وبعدين اسأل نفسك كيف وبعدها اكتب أهدافك الآن أقترح على كل زوج وزوجة مشاركينا في هذا البرنامج يفتحون الصفحة لوراها ويكتبون حلمهم وبعدها رسالتهم وبعدها أهدافهم حتى نتابع معاكم بإذن الله ما هي وسائلك؟ نفس النظام نتبع مع الوسائل بعد ما نكتب الأهداف نسأل نفسنا كيف ونبدأ نفكر في الوسائل لتحقيق هذه الأهداف العائلية ولذلك نفتح الصفحة اللي بعدها في المذكرة وتلاحظون الصفحة تحت عنوان تمرين الوسائل تشوفون الهدف معاي؟ هذا هدف بتخطيط وأم تخطيط شنو هدفهم؟ أوفر لأبنائي دخل مالي خلال عشر سنوات طبعا هذا الهدف هل هو واقعي؟ نعم بيموجب قدرات وإمكانيات وتخطيط وأم تخطيط هل هو محدد؟ نعم حددوه لأبنائهم هل يمكن قياسه؟ نعم لأنهم اكتبوا عشر سنوات فإحنا نقدر نقيس هذا الهدف إذا تحقق أو لا طيب نسأل نفس السؤال كيف حتى نفكر في الوسائل؟ فممكن الآن الزوج والزوجة يفكرون مع بعض بهذا التمرين ويسكرون الشريط ويجاوبون على الأسئلة ونفس الشيء الهدف الثاني أن يتخرج ابني تخطيط من كلية الطب وعمره 24 سنة هذا الهدف أولا هل هو واقعي؟ نعم هل محدد؟ نعم هل يمكن قياسه؟ نعم مرة ثانية ونفكر في كيف ممكن يفكر الزوج والزوجة معاي في الوسائل حتى نتدرب مع بعض نرجع للهدف الأول ووفر لأبنائي دخل مالي خلال عشر سنوات نشوف وتخطيط وأم تخطيط شو الوسائل اللي اكتبوها؟ الوسيلة الأولى يفتحون حساب باسم كل ابن في البنك ويبدأ التحويل من راتب الزوج لحساب الأبناء هذه وسيلة الوسيلة الثانية أن يعلمهم وتخطيط شلون يستفيدون من وقتهم بالصيف فيدخلون على العائلة فلوس هذه وسيلة ثانية من الوسائل وممكن أي إنسان يفكر في وسائل كثيرة يتحقيق هذا الهدف ناخذ الهدف الثاني أن يتخرج ابني تخطيط من كلية الطب وعمره 24 سنة من الوسائل أنه بتخطيط وأم تخطيط يحببون إلى تخطيط الطب الوسيلة الثانية أنهم يشترون لألعاب في أدوات الطبيب قروب الطبيب واللباس الطبيب من يومه صغير قاعد يحببون في الطب والأطباء الوسيلة الثالثة يسول زيارات لدكاترا مشهورين أو مستشفيات مثلا الوسيلة الرابعة أن يخلون متفوق في دراسته لأن شون يدخل كلية الطب ويتخرج عمره 24 سنة وهو أصلا ما هو متفوق في دراسته فإذن هذا تدريب عملي لكيفية كتابة الوسائل الآن خلوني أعطيكم بعض النماذج طبعا الآن ما هي مكتوبة عندكم في المذكرات بس خليكم معاي سمعوها معاي الهدف الثالث اللي عندبه تخطيط وأم تخطيط شو كتبوا؟ كتبوا تحفيظ ابني تخطيط الأربعين النووية خلال عطلة الصيف أبيكم تسمعون معاي هذا الهدف هل هو صح ولا غلط؟ أحفظ ابني تخطيط الأربعين النووية اللي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين حديث المشهورين خلال عطلة الصيف أو عن هدف هذا محدد يمكن قياسه هدف واقعي طيب خلونا نفكر في الوسائل شلو ممكن أخلي ولدي في فترة الصيف يحفظ الأربعين حديث الوسيلة الأولى ممكن الاتفاق مع إمام المسجد كل يوم بيتنا ساعة أحفظ ولدي أو أني أنا أرسل ولدي للمسجد عشان يحفظ إمام المسجد هاي الوسيلة الأولى الوسيلة الثانية شراء الكتاب اللي فيه الأربعين حديث الوسيلة الثالثة أني أخصص كل يوم نص ساعة من وقتي حتى أقعد أحفظ ابني الوسيلة الرابعة كل يوم خمس دقائق أخصص من وقت ابني قبل النوم لمراجعة ما تم حفظه هذه كلها وسائل الإنسان اللي يخطط لما يكتب الهدف وبعدها يكتب الوسيلة رح يصل إلى نتائج باهرة جدا والله يا أخوان يا أخوان جربوا معي لا حيتردد لا حد يقول إحنا كبرنا على هالسؤال مخالف نتعلم نتدرب العلم ترى ما في صغير وكبير التخطيط قضية ما هي بسيطة سر تفوقنا أن نحن نكون مخططين ناجحين سر تميزنا أن نحن يكون عندنا تخطيط مبدع لذلك أقول خلونا نتعاون مع بعض ونكتب خطتنا العائلية مع بعض الآن نفتح الصفحة اللي وراها راح تشوفون هذه الصفحة تحت عنوان ما هي وسائلك نحن حطي لكم فيها نموذج لهدفين لكن الهدفين ما هم هدفين أم تخطيط وبتخطيط أنا أبي الآن أهدافك أنت أهدافك أنت العائلية كتبوا الهدف وبعدين فكروا في الوسائل خلونا نتعلم نكتب وبعدين نكتب الهدف الثاني والوسائل مرة ثانية وإذا عندكم أكثر من هدف ما يمنع طلعوا أي ورقة خارجية ونتدرب مع بعض ونكتب مع بعض شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر